اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس برشلونة يضع محمد حموني نصب عينيه في سوق الانتقالات الصيفية افدت تقارير اعلامي ان النادي برشلونة لاسباني وضع محمد زين العابدين حموني لاعب المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة هدفا في سوق الانتقالات الصيفية حيث يخطط للتعاقد معه بعقد احترافيا بعد نهاية ارتباطه بنادي لهافر الفرنسي في 30 من يونيو الجاري ويأتي اهتمام النادي الكتالوني بالموهبة المغربية محمد حموني بعد تألقه مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة حيث استهم في تأهل الفتيان الى نهاية كأس امم افريقيا سنة 2023 بالجزائر والتأهل للدور التهني في نهاية كأس العالم للفتيان باندوليسيا بالاضافة الى تتوجه بجائزة افضل لاعب في مباراة الفتيان امام باناما في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للفتيان واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحموني الذي يشغل مركز متوسط ميدان هجوميا والمعروف بمهارته العالية في المراوغة والاختراق ضمن افضل لاعب نهائية كأس العالم لأقل من 17 سنة ووصفه في موقعها الرسمي باللؤلؤ التي تتألق في اندونيسيا ورجح الدات التقارير انه في حل نجحين دي برشلون في ضم الدولي المغربي الواعد فسيكون تاني لاعب مغربي ينشط في صفو برشلون على مدار التاريخ والى جانب برشلون فددات المصادر ان محمد حموني برز كذلك محط اهتمام مجموعة من الانذية الاوروبية الاخرى من بينها استادرين الفرنسي وفريق ايطالي كبير وللاشارة فقد ارتفعت اسهم لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من دمو شركته في كأس العالم في اندونيسيا وتقديمه لأداء جيد خبر عاجل اتحاد جد السعودي يقدم مبلغا خياليا وضخما لتعاقض مع سوفيان رحمي يسعى النادي اتحاد جد السعودي لضم النجم المغربي سوفيان رحمي مهاجم العين الاماراتية في صفقة ضخمة قد تغير مصر اللاعب وتعزز صفوف العميدة السعودية ورصدت ادارة اتحاد جد مبلغ 20 مليون دولار لضم اللاعب المغربي هدف دوري ابطال اسيا وافضل لاعب في المسابقة بعقد يمتد لثلاث سنوات ويقدم هذا العرض المغربي فرصة لسوفيان رحمي لتجربة جديدة في دوري قوي ومنافس بعد تألقه اللافت مع العين الاماراتي وقيادته للفوز بدوري ابطال اسيا كما يمثل هذا الانتقال دفعة قوية لتيحة جد الذي يسعى لاستعادة بريقه وتحقيق النجاحات بعد موسم مخيب للامال وتشير ذات المصادر لان مسؤول العين يدرسون العرض السعودي بهدوء مع الاخذ بعين الاعتبار رغبة اللاعب ومستقبلها ومن المقرر ان يخد العين معسكرا تدريبيا في المغرب خلال الشهر يوليوز المقبل يتخل له مبارية ودية ضد الرجاء والفتح والنادي القنيطرية ويعد هذا العرض السعودي خطوة هامة في مسيرة سوفيان وقد يشكل نقلة نوعية في مسيرته الكروية الرجراجي يتدخل لمشاركة النجمين باريزين في الأصود بأولمبياد باريس لم يحسم طريق سكيتيوي مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في هوية اللاعبين الثلاثة فوق السنة الثلاثة والعشرين عاما الذين سيتمد عليهم في منافسة أولمبياد باريسة الفين واربعة وعشرين خلال الفترة الممتدة بين السادس والعشرين من يوليوز والحادي عشر من غشة المقبلين وكشفت صعيفة العرب الجديد أن وليد رجراجي مدرب المنتخب الوطني الأولى يحاول جاهدا إقناع الحارس ياسين بونو بالاندمام إلى تشكيلة المدرب طريق سكيتيوي خلال أولمبياد باريسة وذلك لحاجة الأولمبيا المغرب إلى خدمة حارسين ذي خبرة كبيرة للدفاع عن مرمى في هذه المسابقة وضفت الصعيفة أن ناسكيتيوي مسارا على ضم بونو في الأولمبياد باعتبار دوره الحاسم أثناء المباريات الصعبة والاستعانة به أيضا في توجيه اللاعبين الشباب ومد يد العون إليهم في الألعاب الأولمبيا التي ستشهد مشاركة منتخبات قوية جدا واختسم المصدر نفسه ناسكيتيوي يفاضل بين أربعة لاعبين هم أشرف حكيمي ونيف أكرد ويصنصيري والحارس ياسين بونو هشام أيتمن يدخل صفقة التعاقد مع المغربي مونير المحمدي أكد موقع المغرب سبورت أن هشام أيتمن قد قدم مقترحة لضم حارس المنتخب الوطني المغربي مونير المحمدي خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة واقترح اسم مونير المحمدي على طاولة الويداد الرياضي بعدما أنهرت بطه بفريق الوحدة السعودية حيث لن يجدد مع فريق السعود وفضل خوضة تجربة جديدة قد تكون مع الفريق الأحمر ويحاول الويداد استغلال فرصة فسخ المحمدي لعقده مع الوحدة لانتدابه في صفقة انتقال حر لتفادي مصارف إضافية في حال إتمام التعاقد ودخل الفريق الأحمر في مفاوضات جدة مع مجموعة من الأسماء لضمها إلى النادي خلال المركاتو لتقوية صفوفه سعيا من مسؤوله لإعادة الفريق لسكات توهوجها قناعة بالصفقة بنسبة 100% تؤخر التحق عطية الله بالأهل تواصل إدارة فريق الأهل المصر لكرة القدم المفاوضات من أجل التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لعب نادي السوتشي الروسي خلال مرحلات الانتقالات الصيفية وتشهد صفقة انتقال النجم المغربي إلى الأهل تطورات جديدة في ظل تمسك الفريق المصري بخدمة اللاعب ونقل موقع اليوم السابع المصري تصريحا للإعلام أحمد شوبير كشف من خلاله أخر تطورات مفاوضة الأهل مع التلتي يحيى عطية الله ويوسف أيمن وزين الدين بالعيد قبل فتح باب الانتقالات الصيفية وقال شوبير في برنامجه الإذاعي عبر أونسبور FM يحيى عطية الله جاهز للإندمام للأهل بس لا زال هناك تشاور بين كولر ولجنة التخطيط وهناك انتظار حتى تكون قناعة بالصفقة بنسبة مئة بالمئة وقال المدير الرياضي لنادي سوتشي أندري أورلوف في تصريح زعوفية يحيى عطية الله لم يعد حتى الآن حتى يتم مناقشة أي شيء لدينا عدة عرض من روسيا كما قلت لك من قبل رحيل اللاعب إليها على سبيل الإعراء وتبع لقد حاولت التواصل مع بعض المسؤولين في الأهل ولكن هناك تجاهول ولم يرد أحد على الهاتف هذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها هذا الموقف وختم نحن منفتحون على التفاوض مع الجميع بشرط وجود عرض جيد مبرزا أن عطية الله يقضي عطلته في المغرب وليس هناك أي مشاكل بينه وبين نادينا في الوقت الحالي هذه أبرز العناوين برشلون يضع محمد حموني نصب عينيه في سوق الانتقالات الصيفية خبر عاجل اتحاد جد الساودي يقدم مبلغا خياليا وضخما لتعاقد مع سوفيا رحمية الرقراجي يتدخل لمشاركة نجم بارز في الأسود بأولمبياد باريس ترجمة نانسي قنقر